بسم الله الرحمن الرحيم ورحبكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن الـ setting اللي هو الـ time والزمن الوقت والزمان اللي حدثت فيه هذه القصة أتمنى تشتركون بالقناة وتشاركون هذه الفيديوهات زملاكم high above the city عاليا فوق المدينة إذن في أعلى قمة المدينة في المنطقة العلوية من المدينة بقرب النهر زمعيني حدثت هذه القصة زين هذا المكان مالته at the city إن وينتر في فصل الشتاء إذن الوقت هو فصل الشتاء مثل ما أحنا نعرف لأن طائر السنون رح يموت من البرد وأول لقاء لهم كان ما بين أقدام الـ happy prince زين عيني في طبعا في مدينة سانسوسي في مدينة سانسوسي يعني تركز عليه هنا بكل القصص هاي القصة ما عليها تركيز كبير جدا على الزمان لأنه الشيء المهم أنه هي حدثت يعني التمثال كان بهذا المدينة اللي هي مدينة سانسوسي فالأحداث يعني هي الفكرة المسرحية بفكرة القصة بشكل عام هي أصلا قصة خيالية يعني ولكن بها معنى أخلاقي جميل فمن أخذناها لأنه هي بها قصة بها فشيء أخلاقي جميل نقدر إحنا نستفاد من عنده بتعليم اللغة ونقدر إحنا نطور من عنده لغتنا وكذلك هو مادة مطلوبة من ضمن منهجنا بقسم اللغة الإنجليزية فهذا هو sitting والplace مادته مادة هذه القصة